السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإخوتي في الله أنا أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل وأن ينجيني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن لما اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا هنا المدرسة الربانية وهذه دورة الاستعداد لرمضان لعام الف واربعمائة وثلاث واربعين وعنوانها من هنا نبدأ من على باب الله اللهم لا تطربنا عن بابك دورة الاستعداد لرمضان لماذا نستعد لرمضان لعظمة شهر رمضان أيها الإخوة أقول أننا نفرح بشهر رمضان شهر رمضان شهر عظيم لله في كل ليلة عتقاء من النار للصائم دعوة مستجابة الله وملائكته يصلون على المتسحرين من فطر صائما فله مثل أجره إلى آخره ليلة القدر خير من ألف شهر شهر رمضان شهر عظيم ولكنه شهر خطير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف من أدركه شهر رمضان فلم يغفر له يبقى هي القضية مش قضية إن شهر رمضان إذا فزت بي وعتيقت رقبتك يبقى خير وباركة ما فزتش يلا خسرناه وخلاص لا دقال من أدركه شهر رمضان فلم يغفر له فرغم أنفه في النار ده إيه ده ده يعني اللي مش هيغفر له هذا خطر رمضان لذلك وجب الاستعداد قال الله جل جلاله ولو أرادوا الخروط لا أعدوا هذا الاستعداد لرمضان لماذا نستعد لرمضان أولا لعلاج آثار السنة الماضية بأن عشر شهور شوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم وصفر وربيع وربيع وجماد وجماد ورجب وذي احنا في شعبان عشر شهور أيام طويلة الزنوب المعاصي اللهم تب علينا توبة نصوحا اللهم تب علينا توبة ترضيك اللهم تب علينا توبة نسبت عليها توبة يبقى أول حاجة بنستعد الرمضان عشان نعالج آثار الزنوب والمعاصي المعاصي والزنوب دي بتسيب آثار وندوب في القلب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذنب العبد ذنبا نكيت في قلبه نكتة سوداء يترى في كم نقطة سوداء في ألبك كم نقطة سوداء ملايين على مدار سنة عشر شهور يعني تلتميت يوم اضرب تلتميت يوم فاربعة وعشرين ساعة ففي ستين دقيقة في ستين سانية الزنوب والمعاصي دي كلها لها أثر لها أثر هذه الزنوب والمعاصي أيها الإخوة أخطر ما فيها إنها بتبقى حجب بينك وبين الله حجب بينك وبين الله سدود عقبات بينك في طريقك للوصول إلى الله لذلك استعداد لرمضان عشان نعالج هذه الأثار نرمم عملية ترميم للقلب المتهالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوبة فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم اللهم جدد الإيمان في قلوبنا سيدنا النبي قال صلي عليه صلى الله عليه وسلم لا يزني الزني حين يزني وهو مؤمن قال سيدنا أبو رايرة رضي الله عنه ينزع الإيمان منه كما ينزع وأحدكم والثوبة من رأسك بتقلع الجلبية بتاعتك إزاي بتقلع قميصك إزاي بتطلعهم دماغ كده أو بتقلع الإيمان كده لما تعصي أما تنظر لامرأة متبرجة ألعت الإيمان فإذا تاب عاد إليه الإيمان كده بتكدبها تقلع الإيمان وتلبس الإيمان ألع الإيمان ولمس إيمان اتهرى الإيمان هي ده معنى كلمة يخلق إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم بيدوب بيتهري بيتقطع يحتاج لتجديد فهذه الدورة لتجديد الإيمان تجديد الدورة الإيمانية في قلبك مش في دورة دموية في دورة إيمانية لعلاج المعاصي والذنوب والغفلة اثنين علاج الغفلة والهموم والمشاغل والمشاكل أيها الإخوة لا شك أننا نعيش في زمن صعب صعب بجميع المقاييس كسرت الهموم وتشابكت وكسرت المشاكل وتنوعت وكسرت المشاغل ودلهمت الخطوب والإنسان في وسط هذا يقلف حائرا عارف زمن كان عندنا كلمة في الفلحين يقولوا إيه أروح فين أروح لمين وأقول يا مين أروح فين أعمل إيه في وسط المولد اللي أنا عايش فيه ده هي دي من الآخر ملكش لربنا يعمل إيه ابن القيم بيقول إيه كيف يسلم من له زوجة لا ترحمه وولد لا يعذره وجار لا يأمنه وصاحب لا ينصحه وشريك لا ينصفه وشيطان لا ينام عن معاداته ونفس أماره بالسوء تضيعه ولا تطيعه ودنيا مزينة وهوى مرد وشهوة غالبة له وغضب قاهر وشيطان مزين ثم هو مخلوق ضعيف ضعف ظاهر مستول عليه ماذا يفعله ابن القيم بيقول فإذا تولاه الله وجذبه إليه انقهرت له هذه كلها اللهم تولنا في من توليت اللهم تولنا في من توليت فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فإذا تولاه الله وجذبه إليه انقهرت له هذه كلها وإن تخلى عنه ووكله إلى نفسه اجتمعت عليه فكانت الهلكة هي دي القضية إحنا النهاردة لعلاج هذه الهموم على باب الله نريد أن نقف على باب الله نريد أن نسبت على باب الله نريد أن نلازم باب الله نريد أن نقف على باب ربنا طريح على الأعتاب أيضا هذه الدورة للاستعداد لرمضان لعلاج الأفكار والفتن والشبهات والأهواء أيها الإخوة إن أسوأ مبتلينا به في عصرنا النت التليفون الكمبيوتر التلفزيون النت وبقى كل شيء كل شيء كل مسألة من مسائل الدين أثيرت عليها الشبهات عارفين حديث سيدنا النبي صلي عليه حديث حزيفة بن اليمان كان الناس يسألون رسول الله عن القير وأسأله عن الشر مخافة أن يدركني فسألته يوما قد كنا في جاهلية وشر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتانا هذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم قلت فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم وفيه دخن قلت ما دخنه قال قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر قلت فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها قلت صفهم لنا يا رسول الله قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا لهم قلوب شياطين في جثمان إنس هو دا الوضع النهاردة بالضبط الحكتين دول خير فيه دخن وشر دعاة على أبواب جهنم من جلدتنا يعني عرب زينا ويتكلمون بألسنتنا باللغة العربية لهم قلوب شياطين في جثمان إنس الاثنين دول موجودين دنت الخير اللي فيه فيه دخن والشر بلاء مستطير الاثنين دول موجودين وانت مغروز في وسطهم وبتغرز ولادك فيهم ومراتك في وسطهم وتقول لي مضطر هي دي المصيبة الكبيرة النهاردة قاعدين هنا احنا عشان نلاقي حل لعلاج الأفكار دي عارف الأطعمة اللي فيها جراثيم كذلك فيه كلام مليام بالجراثيم محتاجين نعالك دماغك دي اللي اتملت انت سمعت مين وسمعت اي قال الله اسمع الآيات الخطيرة دي يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة عن مواضعه يقولون ان اتيتم هذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا اسمع ركز اسمع يقولون ان اتيتم هذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله سيئا أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم هيا دي المصيب الكبير يسارعون في الكفر يقولون آمنا بألسمنتهم ولم تؤمن قلوبهم سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم يقولون ان اتيتم هذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا هؤلاء لم يريد الله أن يطهر قلوبهم اللهم طهر قلوبنا اللهم طهر قلوبنا اللهم طهر قلوبنا الخطر فيها سماعون للكذب سماعون للكذب اللي بيسمع البرامج اللي في التلفزيون اللي بيقرأ الأخبار اللي بيجيلوا على الواتس وعلى التليجرام وعلى 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 اللي بيقرأ وبيسمع أكثرها كذب إلا النادر أكثرها يضل يا ابني كتير قلت لك سدق ربنا قال الله وَإِنْ تُطِعْ أَكْسَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ قال الله وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْسَرِهِمْ مِنْ عَهْ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْسَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ فانت في خلال السنة دي كل اللي انت سمعته ده وشوفته ده محتاج ان يحصل لك عملية تنظيف عايز تستحمى تغسل دماغك ديك من كل الافكار الوحشة من كل اللي بيشوه امر الدين كل اللي بيشوه صورة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وصورة الصحابة وصورة الدين محتاج تغسل دماغك من كل الشبهات محتاج تغسل دماغك من كل الاهواء محتاجين فعلا اللهم اغسل قلوبنا اللهم طهر قلوبنا اللهم نقل قلوبنا محتاجين عمل ايد غسيل حقيقية حقيقية عرف لما اكلمنا عن ولادة القلوب ان يولد لك قلب جديد قبل رمضان قلب جديد قلب نظيف قلب طاهر قلب ابيض سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا القلب بيوضع وتعرض عليه الفتن فتنة فتنة تعرض عليه فتنة النساء وعند تعرض عليه فتنة المال وبعدين ان تعرض عليه فتنة الجسد والوجاهة والحلاوة اللي هي تعيس عبده الدرهم والدينار تعيس عبده القطيفة والخميصة المظاهر فتنة العربيات فتنة التليفونات فتنة اللبس وفتنة الجزم وفتنة الشعر وفتنة الرشاقة والجسم والخسسان كل دي الفتن بتعرض عليه فأيما قلب أشريبها نكتت فيه نكتة سوداء وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تعود القلوب على قلبين قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشريب من هواء وقلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض حتى تعود القلوب على قلبين قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا ما كفي على وشه لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أسرب من هواء اللي جاي على مزاجه وقلب أبيض كالصفا أبيض زي الفل منور أو ده اللي احنا محتاجينه ان احنا نغسل قلوبنا عشان تبيض تنف اللهم طحر قلوبنا محتاجين علاج الأفكار ألا نقبل إلا قال الله قال رسول الله لأن المفتونين ربنا قال عنهم إيه سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك بيسمع ناس مش جايبين من عند النبي لم يأتوك أيها الإخوة مش عايز نطول في المقدمات عايزين نشتغل عايزين ندخل في الموضوع عايزين نبدأ من على باب الله ومن على باب الله نبدأ وحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة